فضحت صحيفة لبنانية مطلعة على ما يجري بشأن اعتقال الملحن اللبناني سمير صفير وما يقال في لبنان بأنه اعتقال تعصفي وأن صفير ليس له أي ذنب يحق للسعودية اعتقاله على مجبه وكشفت الصحيفة السبت السبب الرئيسي المباشر لدى السعوديين لاعتقال الملحن اللبناني سمير صفير وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية بمصادر من المملكة العربية السعودية أنه بعد مرور أكثر من شهر الاعتقال قوات الأمن السعودية الملحن اللبناني سمير صفير من دون أن يعرف مصيره ولم تكشف المملكة الاتهامة الموجهة ضده لحد الآن لكن الصحيفة بينت الحقائق بحسب الصحيفة قام وزير الخارجي اللبناني شارب الوهبة بإرسال مذكرة استفسارية بشان الملحن سمير صفير إلى وزير الخارجي السعودي فيصل بن فرحان وإلى كل من السفير اللبناني في الرياض والقنصل في جتا إلا أن الخارجية السعودية لم تجب وقد رد السفير اللبناني في الرياض بأن الأمن السعودي سمح لصفير بالتواصل مع زوجته لكنه لا يزال ممنوعا من توكيل محام وممنوع عليه الزيارات ليث ما ينتهي التحقيق وأشرت الصحيفة نقرا عن مصادر خاصة أن عملية الاعتقال كانت بسبب مواقف صفير التي لم تعجب الإدارة السعودية والتي كانت معادية للمملكة العربية السعودية مضيفة أن القصة بدأت بعد نشر صفير المقيم في السعودية صورة أثناء تلقيه لقاح كورونا وأرفقها بتغريدة يشكر فيها ولي العدي السعودي على منحه اللقاح هذه الصورة دفعت بمغردين سعوديين إلى البحث في أرشيف صفير ليطلق هاشتاغ طرد سمير صفير مطلب واتبعت المصادر قائلة اطلق هذا الهاشتاغ في يناير من العام الجاري وقد نكش هؤلاء فيديو لصفير أثناء مقابلة قديمة على قناة أوتيفي يتهكم فيها على حكام السعودية يومها قال صفير معلقا على خرب اليمن وطالب الرياض بإطعام الجياع بدلا من قصف الأبرياء واستهزأ بالسعودية وحكامها واستهزأ أيضا بجيشها لناحية معرفة طيارها بقيادة الطائرة وبالإضافة إلى كل هذه المواقف المعادية للمملك العربي السعودية والتي لا تمثل في لبنان إلا حزب أبو عمام المعروف بمواقفه العذائية وبالإضافة إلى كل هذه المواقف عثرت السلطات السعودية على منشور يعلن فيه صفير عن محبته للسيد حسن نصر الله وحزب الله اللبناني وفي وقت سابق دعا تكتل لبنان القوي الذي يرأسه جبران بس إلى الحكومة اللبنانية إلى متابعة قضية الفنان سامير صفير الموقف في السعودية من منطلق حماية حقه بالدفاع عن نفسه وعودته إلى أهله وأكد التكتل المتابعة هذه القضية من منطلق حرصه على حصن العلاقات بين لبنان والمملكة حيث أن صفير معروف بتأييده للطيار الوطني الحر ومشور إلى الخارجية اللبنانية كانت قد امتنعت عن التعقيم على وقعة اختفاء سامير صفير ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب تعليقات شكرا